إذن للوقوف عند البيانة الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تزايد وتيرة الإعدامات في البلاد ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني دكتور أيمن حياكم الله مرحبا بكم يعني فيما يبدو أن الموت محتوم على من تسوقه الأقدار للوقوع بيد القوات الأمنية طبعا كما تعرفون وأنتم مطلعون على ذلك أحكام الإعدام تتزايد في العراق خاصة في الفترة الأخيرة ولكن إذا مطرحنا سؤالا إلى إي مدى ترى أن هذه الأحكام تصدر عن محاكمات لا تتوفر فيها ربما معايير العدالة سحية لكم أخي الكريم و لجميع المشاهدين هذه المعايير أخي للمحاكمة العادلة حقيقة هناك معايير تضمن العدالة في أي محاكمة أول هذه المعايير هي الاستقلالية و الحياة و هنا في الحالة العراقية مفقودة هذا المعيار الاستقلالية و الحياة أيضا مفقودة لأنه وفق الدستور لا يمكن أن تتشكل المحاكم و لا سيما الفدرالية ما تسمى بالمحاكم الفدرالية أو الاتحادية العليا إلا بموافقة مجلس النواب على أسماء الأعضاء لهذه المحكمة رئيسا وأعضاء وبالتالي هناك تبعية لمنظومة القضاء فلا توجد أصلا استقلالية لا يوجد حيات احترام لمبدأ الدفاع عن المتهمين هذا الأمر ينتهك بشكل سافر خلال المحاكم المحاكم ينبغي أن تكون معلنة كذلك أي شك بالنسبة للقاضي القاضي تدري بيده أن يقرر أو بيده القرار الأخير لحياة بعض الناس كما يقولون فأي شك يتبادر إلى الموضوع هذا يفسر ينبغي أو يجب أن يفسر لصالح المتهم وليس ضده فبالنتيجة لدينا هناك الكثير الكثير من الحالات حقيقة لا أبالغ أن أقول هناك آلاف الحالات أو عشرات الآلاف من الحالات التي تحتاج إلى إعادة محاكمة لأن كل ما فيها هو عبارة عن تم الاعتقال وفق المخبر السري وتهم كيدية ومن جراء التعذيب الوحشي والأساليب السادية المستخدمة يهطر المعتقلون على الاعتراب بجرائم لم يبتكبوها وبالنتيجة هذا الذي يحصل دكتور على ذكر التهم الكيدية وأيضا دور المخبر السري في ما يجري في العراق ولكن هل يعكس تضاعف أحكام الاعدام حالة الانتقائية القانونية في البلاد خاصة تعيش البلاد حالة انتقائية فيما يخص القضاء بمعنى آخر هل ما يجري يكشف حالة الطائفية التي يتحرك في إطارها القضاء الحقيقة شكرا هذا السؤال مهم جدا يعني هناك تمييز كبير للأفراد أمام القضاء منذ 2003 وحتى اليوم هذا التمييز طبعا لماذا؟ لأن هناك نظام المحاصصة والطائفية والمصالح الحزبية والرغبات الحزبية فالذي حتى بالنسبة للقضاء يعني القضاء طبعا لا يخلو النماذج الذات الكفاءة لكن بالنتيجة هناك من يقول يعني وكل سمعها أنه مثل ما يعني بين قوسين يقول ابن أمة اللي ما يرضخ لرغبات هذا الهاتف نعم يعني ينعكس مسألة طريقية مسألة انتقامية يراد منها إشباع الرغبة بالقتل لهؤلاء المتحكمين هؤلاء الطارئين الذين يتحكمون بالعراق منذ أكثر من عشرين عاما فبالنتيجة لدينا الكثير الكثير من المآسي والمظالم التي حقيقة تعج بها أروقة هذه المنظومة مع الأسف الشديد عنها المنظومة القضائية دكتور أيمن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لا تنفك تعبر عن قلقها من وجود أعداد كبيرة من المنظومين داخل السجون الحكومية حيث وثقت أن هناك ما يقرب أو أكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في العراق هذه التقارير ألا تحرك المجتمع الدولي وبالتالي الضغط على الحكومة لوقف المجازر المتخفية بلباس القانون وقع الحال أرقام الذين تم الحكم عليهم بالإعدام ثمانية أكثر من ثمانية آلاف لدى وزارة العدل لوحدها فهناك أكثر من هذا الرقام حقيقة وهناك آلاف يعني بانتظار أن يصدر بحقهم هذا الحكم الجائر لأنه وفق نفس المادة ووفق نفس الظروف وتحت لنا نفس التعذيب فبالتالي الهيئة شخصت وأعلنت اليوم حقيقة شخصت منذ زمن طويل لكن إنها أعلنت أنه لا رغبة أو لا إرادة لدى المجتمع الدولي فالضغط على حكومات العراق المتعاقبة لحل هذه المعضلة الكبيرة التي يعني كل الحكومات هي تفعل هذه الأفعال لمكاسب حزبية بائسة سياسية بائسة على حساب الأبرياء حياة الأبرياء من المعتقلين والذين تم احتجازهم بظروف طبعاً ظروف الاحتجاز أيضاً هذه يعني اتفاق دولي لم يعني لم لم أكن في أي مؤتمر أو في أي اجتماع أو في أي ملتقى مع أي جهة حقوقية دولية إلا وهناك يعني اتفاق دولي إجماع دولي على أنه قضية السجون في العراق هي قضية حقوقية قضية انتهاق حقوق إنسان صارخ صارخة وبالتالي ينبغي الوقوف عند هذا الموضوع لكن مع الأسف الشديد ليست هناك رغبة أو جدية أو إرادة بهذا الخصوص دكتور أيمن أغلب دول العالم تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام ولكنها تتزايد في العراق وبعض الدول مثل الصين وإيران وغيرها ولكن نحن نتحدث عن العراق ألا ترى أن القضاء أصبح أداة عقابية بيد السياسيين والأحزاب لا شك يعني هناك القضاء العدالة غائبة يعني القضاء مسيس بشكل كامل وبشكل يعني مطلق يعني حتى ذكرت لك يعني حتى الذي يريد أن ينفذ أو يحق يتم تهديده ويتم وضعه في وضع آخر ولدينا كثير من الحالات التي فقد فيها القضاءة حياتهم لأنه هذا العمل الذي حصل فبالنتيجة هناك مسألة ممنهجة لتسييس القضاء واستعماله كأداة لمعاقبة الآخرين والمناهجين بالأخص والانتقام منهم بهم من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم